لا يحدث شيء سيء في الغابة صحيح؟ ضعي كل دفاعاتك جانباً واستمتعي بوقتك مع رفقة شخص غريب وودود ربما قد يكون يحمل مشاعر اتجاهك مرحبا جميعاً معكم ألف جيم وخلينا نبدأ في لعبتنا لليوم تقع مدينة دومزبيري في مكان ما في ولاية ماساتشوسيتس عدد سكانها صغير حوالي الثلاثين ألف أو شيء كهذا هذه المدينة معروفة على أنها مدينة جامعية حيث الشباب يملؤون الشوارع ويسيطرون على أغلب الأعمال هنا ولديها تاريخ حافل من تبادل العملات الرقمية إلى الطوائف ذات التقوص الشيطانية وإذا كنت أحد المراهقين الذين يحاولون حل الجرائم فإنه سيتم إيقافك عن العمل لكن سكان هذه المدينة يلفهم الغموض والأساطير والحكايات الشعبية ونظراً لهدوء هذه المدينة فإن أي شيء يضيف حماسة لهذا المكان يصبح له شعبية هنا العديد من الناس وخصوصاً العائلات يأتون هنا للتخلص من أطفالهم خلال العطلة الصيفية كما تعلمون هذا المكان كابوس لكبار السن غرست أنيابي وأظافري في هذه المدينة الناعسة من خلال التقديم لجامعة دومسبيري خلال الشهور السابقة وفي فصل الجامعي الخريفي أصبح روتيني اليومي هو الأكل، النوم، الدراسة، ثم الإعادة مجدداً في البداية كنت متحمسة للانتقال من المدينة المجاورة إلى هنا تلقي لرسالة القبول الجامعي كان أفضل شيء حدث لي كانت فرصة لحياة جديدة حياة مختلفة عما كنت عليه أردت هذه الفرصة أكثر من أي شيء آخر لهذا عندما أتيحت لي هذه الفرصة أمسكت بها ولم أفلتها في البداية كنت أبلي جيداً لكن كان من الصعب تكوين الصداقات كنت أعيش في عزلة كنت أخرج من المنزل فقط عندما أذهب لشراء البيتزا أو شرب القهوة من المقهى لقد حبست نفسي في دائرة الروتين هذه أحياناً أنا لا أكل بل أخذ حبوب النوم القول أن قيامي بذلك لم يكن يسير بشكل سلس هو أكبر كذبة الأمر ليس أني أكره العيش هنا ربما أنا فقط مكتوب علي التعاسى أينما ذهبت أعني أنا أكثر سعادة هنا مما كنت عليه سابقاً وذلك يثبت كم كان وضعي أسوأ قبلاً تمشيت في الغابة وأنا أفكر أن التنزه قد يتعبني وذلك سيسهل علي الحصول على بعض النوم لم يكن هناك أي متعة من استلقائي على سريري وانفصالي عن الواقع حتى يخشاني النعاس لهذا قررت أن أغادر البيت وأذهب لشراء بعض التسالي من المتجر المحلي المجاور واحدة من أفضل أشياء في دومس بيري هو غابتها الساحرة والممتدة لمساحات تحيط بالمدينة يوجد طرق في هذه الغابة توصلك للمحلات التجارية والبيوت وسكان المدينة الأصلية يحفظونها مثل ما يحفظون كف يدهم وأنا كنت متأكدة أني أحفظ هذه الطرق أيضاً كان الطريق الذي أمشي فيه عادة مألوف لي أنظر إلى نفس الرصيف المعطوب أو أركل بعض الحصى الموجودة على الطريق الترابي المشي لم يأخذ وقت طويل من يومي لكني كنت أتمنى لو أنه كذلك أنا لا أقول أني من محبين الطبيعة لكن الغابة تبدو جميلة وخصوصاً في وقت الشروق والغروب الليلة قررت أن أخذ طريق مختلف أردت أن أرى ما الذي يمكن لهذه الغابة أن تقدم لي طريق مختصرة أو ربما قد توقظ شعور جديد في داخلي ربما قد أجد على الأرض عصى شكلها مميز وأتظاهر أنها سيف سأعترف قد لا يكون ذلك بالكثير لكن نظراً لهذه الظروف يجب أن أتعايش بالأشياء الموجودة حولي بدأ الجو يصبح أكثر برودة يمكنني معرفة ذلك من شعور الخدران الموجود في أطراف أصابعي وضعت يدي داخل جيوب البنطال لأحاول أن أرجع الشعور لهم لحظة أين أنا تحديداً؟ تباً حسناً هذا فقط ممتاز أنا وحدي في الغابة بدون إشارة استقبال على هاتفي وليس لدي فكرة عن الاتجاهات والظلام قد حل هذا ما أستحقه لكوني مغامرة آه أنا غفية عيوني نظرت حولي من خلال الأوراق الكثيفة للأشجار منذ متى وأنا أسير؟ لا يمكن أن أكون قد مشيت مسافة بعيدة لكن قد فات الأوان للتفكير بهذا الآن باطن وأقدامي يؤلمني على مضد جلست على صخرة كبيرة كأنها مقعد لأسترخي وأجمع أفكاري قبل أن يصيبني انهيار عصبي تنهت وأنا أرتجف قليلاً من البرد وسطح الصخرة قاسي أوقعت كيس أغراض التسالي على العشب ووجه الدافئ تجاعد كلما اصطدم به النسيم البارد لا أعرف ما الذي علي فعله لا أصدق أني ضائعة هنا إذا موت سيستغرق الأمر أسابيع لإيجاد جثتي مسحت الدموع الصغيرة التي بدأت تتكون في زوايا عيوني على الأقل لدي التسالي يدي وصلت لآخر الكيس وأنا أبحث داخله أتحسس ما الذي يمكن أن أمسكه بيدي شعرت شيء ملفوف في غلافي بلاستيكي فقمت بسحبه أمسكت قطعة من الحلوى لعلامة تجارية مقلدة كانت مغطاة بالشوكولاتة وبعض الكراميل ليست الخيار الأفضل لكن تبا أحتاج شيء ليقوم بمضغه لقد وجدت صعوبة في فك الغلاف كان يمنعني من الوصول إلى قطعة الحلوى الصحية المقرمشة على الأقل كانت تدعي أنها صحية الصمت التام تم قطعه بما يشبه صوت تكسر غصن عنا خيارات بعد ما اسمعنا صوت تكسر غصن وإحنا لحالنا في الغابة ضاعين تايهين في الظلام الدامس فعنا خيرين نحاول نقفز من المكان ونستعد للقادم باتجاهنا أو نتجمد من الخوف في مكاننا رح أختار التصرف اللي حتصرفه أنا لو كنت على أرض الواقع وهو أني أتجمد من مكاني من الخوف عيني بدأت تبحث عن مخرج بفزع أردت الإبتعاد عن الشيء الذي كان يقترب ناحيتي إهدئي يا ألف ربما كان مجرد حيوان أو ربما لا طبا أنا لست جاهزة لأموت بعد حدقت بجوز العيون المفتريسة والمضيئة القادمة من بين نباتات الغابة قلبي كان يدق بسرعة وأستطيع الشعور بدأ من يصبح بارد من الخوف أعتقد أنه يقترب أكثر ناحيتي ظهر عنا زي شخص بيقترب إلينا وعنا خيارين يا من الصرخ أو من هاجمه بهاي الحالة الصرخ ما حيفيد لأنه لوحدنا في الغابة خلينا نختار الخيار الثاني وهو أنه نحاول نهاجمه ابق بعيدا عني بحث عن أي شيء يمكنني استخدامه كسلاح الآن أنا نادمة أني رميت تلك العصر رائعة بطريقي للعودة لحظة التسالي أمسكت الكيس الخاص بي والذي لم يكن ثقيل إطلاقا أستطيع أن أرمي قطعة أو قطعتين الحلوى عليه على الأقل ذلك سيجعله يشعر بالانزعاج كما أني وجهت قطعة الحلوى التي كنت أريد أكلها ناحيته كأنها سيف منظري لم يكن يسبب أي تهديد إطلاقا إذا أردت أن تقوم بقتلي عليك أن تبدل مجهود أكبر من أجل ذلك وعليك أن تتمنى أن لا أقوم بقلبي الوضع عليك كم هذا لطيف لم يكنني رؤية تفاصيل وجهه جيدا لكن شعره كان منكوش وكان يبدو أنه يحمل شيء ما بلطة هل من خطب ما؟ تبدين كأنك رأيت شبح هذا الشاب يبدو أنه لا يفهم الوضع الآن وأني أعتبره كتحديد لي أنا كنت مسعوقة لدرجة أني لم أستطع الكلام عيوني كانت مركزة على البلطة التي يحملها على أكتافه وكأنه يحمل شيء عادي ذلك الشاب أمال رأسه قليلا للجانب وكأنه يشعر بالارتباك لتوتري لوجوده قربي أوه هذه؟ رفع واحدة من يديه للأعلى قبل أن يقوم بجعل البلطة تنزلق من أصابعه نحو كوما من الأعشاب الموجودة تحته وتحرك ببطء حتى يثبت لي أنه لا يشكل أي خطر فعل كل هذا وابتسامة ودودة مرسومة على وجهه اهدئي أنا لن أذيك كما تعلمين هل أنت ضائها؟ أوه حقا؟ ما الذي يجعلك تظن أني سأثق بشاب يحمل فأس في وسط الغابة وكأنه أمر عادي بالنسبة له الغريب رد على سؤالك فقط بابتسامة مما جعلك تتوترين أكثر إذن أجبني اسمها بلطة ها؟ اسمها بلطة وليس فأس بدأت أرمش وأنا أنظر له بتعجب هل يسخر مني؟ هل أنا نكتة كبيرة بالنسبة له ليضحك عليها؟ كان يمثل أنه يتصرر في طريقة عادية ولم يحاول فعل أي شيء غريب هل أنا أبالغ بردة فعلي؟ لم أرخي أي دفاع من دفاعاتي وأبقيت نظري عليه وأنا أتابعه بشك هل ستجاوبين على سؤالي الآن؟ الابتسامة لم تفارقه كأنها ابتسامة بريئة مطبوعة على وجهه أجانا خيرات ردا على الابتسامة اللي ابتسمها الغريب في وجهنا هل نعتبره أنه أمر غريب ويزعجنا أو نعتبره أنه لطيف وسحرنا؟ ستتوقع راح أختار إنها تسحرك ببطء لكن بحذر أرخيت دفاعي لكن عيوني ما زالت ملتزقة به أنتظر اللحظة التي قد يفعل بها شيء غير متوقع أجب سؤالي أولا أخرج ضحكة بسبب ردة فعلي لاحظت أن تحركاته لم يكن فيها أي تهديد لي كان يتصرف بشكل عادي حسناً حسناً سأستجيب لطلبك وضع ذراعيه لأعلى كأنه يظهر لي أنه مستسلم وأنه سيجيب على التحقيق الذي أجريه معه هل تفضلين أن تبطي عالي كفرالارة إذن؟ لا إذن يجب أن تثطي به القول أسهل من الفعل وضع يده على فمه كأنه يحاول أن يخفي الضحكة على تعليقي المتعالي لقد أقنعتيني لكن هل تعرفين طريق العودة؟ هل تعرف أنت؟ عمى الصمت قليلاً قبل أن يقوم برفع يده كان يرتدي قفاز بني بدون أصابع أنا أعرف هذه اللابة كما أعرف راحة يدي أنت تتعلمين شيء أو اثنين عندما تعيشين في البرية حتى أني سأسير أمامك حتى لا تشعري بأي توتر أخذت بضع لحظات وأنا أفكر بعرضه لم أكن أريد أن أعلق في هذه الغابة حتى يتم اكتشاف جثتي من قبل فرق الإنقاذ والبحث أو أن تأكلني الطيور الجارحة مهما كانت هوية هذا الرجل فهو أفضل خيار متاح لي حالياً حسناً قد الطريق ابتسم لي ومد نفسه للأسفل ليمسك بالبلطة المتينة التي كانت مغروسة بشكل مثالي في مجموعة من الأعشاب على الأرض لوح بها حتى وضعها على أكتافه مجدداً إذا أمسكت بك تفعل شيء مثير للريبة فلن أتردد بضربه كلامك مسموع وواضح مد لي يده حتى أمسكها رأيت الجلد اليابس وجروح على يده كنت مترددة لكني أمسكت بها على أي حال لنتحرك ونوصلك لمكان آمن قبضته كانت قوية بشكل مفاجئ لكنه لم يضغط على يدي أو شيء من هذا القبيل الأشجار بدأت تصبح أقل كثافة كلما مشينا أكثر وضوء القمر يرشدنا للطريق من خلال أوراق الأشجار من حين وآخر كان ينظر لي نظرة سريعة وهذا ساعدني لرؤية ملامحه بشكل أفضل خصوصا عيونه كانت أكثر شيء ملفت كل منها بلون مختلف لم يسعني إلا النظر لهما وكأني وجدت كائن نادر في هذه البرية لا أعتقد أني رأيتك قبلا هل أنت جديدة هدا؟ سؤاله فاجأني قليلا لم أتوقع أنه سيجري محادثة أدركت حينها أني كنت أحدق به بدون أن أنتق بكلمة بالواقع انتقلت إلى هنا من المدينة المجاورة منذ فترة قصيرة أصبح يصدي باهتمام ما الذي جعلك تقررين البقاء في مدينة دومزبير القديمة؟ فقط هزست أكتافي لدي الكثير من الأسباب التي تجعلني أبقى هنا لكني أشك أن هذا الشاب سيكون مهتم بسماع مشاكلي واللي أكون صريحة هو شخص غريب عني لن أخبره بأسراري لكني سأقول له شيء ما اللي أشرح الأمر ببساطة أردت أن أخرجه من فقاعتي جامعة دومزبيري كانت أفضل خيار بالنسبة لي وكيف يجري الوضع بالنسبة لك؟ أوه أنت تعرف مثالي جيد ممتاز أوه إذن الأمر بهذا السوء ها؟ شعرت بالإحراج من محاولتي لأكون غامضة وغير واضحة بأجوبتي أسحذر الشاب ضحك أكثر بصمت وهو يقودني من خلال أشجار والشجيرات كلانا بقي صامت في بعض الأحيان نكسر الصمت بحديث صغير كان يستطيع الشعور أني لم أكن مرتاحة حوله إنه متجهم قليلاً كأنه كان يأمل أن يتحدث معي أكثر لكن أجوبتي كانت قصيرة والتوتر الواضح علي أخبره أني ما زلت حذرة منه وأني لم أرخي دفاعاتي بعد هو لم يلمني إنه متأكد أنه كان سيكون حذراً أيضاً لو أنه التقى بشاب يحمل بلطا ومع إكمالنا للرحلتنا التوتر الذي كان بيننا سابقاً بدأ يختفي والآن أنا توقفت عن كوني خائفة من ظلي ومع الوقت طريق الغابة الترابي بدأ ينتمج مع حافة الرصيف الإسمنتية إنها إشارة على وصولنا للحضارة يا لها من راحة أستطيع حرفياً أن أقبل الأرض الآن يبدو أننا وصلنا أخيراً أوه يا إلهي أشكرك أنا مدينة لك بواحدة أخيراً أفلت يدي ووضعتها داخل جيبتي لا تفكري بالموضوع لم تكن هناك مشكلة إطلاقاً استدرت ناحيته ووضعت يدي على رقبتي وأنا أشار بالقشعريرة بسبب البرد الذي يداعي ببشرتي اسمع أنت لم تقتلني وهذا كل ما أردته علي على الأقل أن أرد لك الجميل الشاب لم يفكر بالموضوع حتى ابتسامته من الأذن إلى الأذن فداً قابلي لمجدداً في الغابة ويمكننا شراء المزيد من التسالي من ذلك المتجر أشار ناحية الكيس الذي معي أوه طبعاً بيت لم أنتبه إلا حينها عندما نظرت ناحية الكيس رأيت ثقب بحجم كبير لم تنجو إلا بضع حبات من الحلوة لا بد أن الكيس قد تمزق في طريق عودتي إلى هنا أصدرت صوتاً زعاج آه هل تمزح معي؟ ذلك كان عشائي سأحضر لك أشياء أخرى غداً اتفقنا؟ نظرت له بعيون حزينة ومتعبة أعطاني ابتسامة متعاطفة مع حالتي لسبب ما أنا وثقت به لا أعرف إذا كنت أستطيع تفسير الأمر اتفقنا وأشكرك مرة أخرى سأراك في الأرجاء إذن بقي أواقف في مكانه أنا أدرت ظهري للغابة وبدأت أمشي ناحية الحي الذي أسكن به وقفت أمام باب بيتي لوحت له مرة أخيرة لم أكن أستطيع التمييز بسبب المسافة لكن يبدو أنه لوح لي أيضاً أنا متعبة جداً منهكا بسرعة رميت نفسي على السرير وألقيت الكيس البلاستيكي على الأرض أخيراً يمكنني الحصول على بعض الراحة يا إلهي أقدامي تؤلمني بالفعل منذ متى وأنا أسير؟ الوقت أصبح متأخر جفوني أشعر أنها أصبحت ثقيلة لكن ذلك الشاب لحظة أنا لم أعرف اسمه سأسأله غداً أشعر أني ثقيلة كأنني لا أستطيع النهوض كأن شيء ما فوقي يا إلهي منذ متى وأنا نائمة من التعب يبدو أني فقدت وعي ونمت مثل الحجر البارحة أوه صحيح لقد ضعت في الغابة والتقيت بشاف غريب أخافني حتى الموت وعدني أنه سيشتري للتسالي اليوم مشاعري مختلطة أشعر ببعض الطمأنينة تدخل نفسي لم تنضي فترة طويلة منذ انتقالي إلى هنا لم أكن أحب الإختلاط بجيراني لكني كنت أتحدث معهم لم أسمعهم قبل أن يتحدثون عن شاب يعيش في الغابة إذا كانوا يعرفون بالموضوع كانوا ليخبرونني قبلاً وكنت على الأغلب سأتصرف معه بطريقة مختلفة صحيح؟ هل كنت أبالغ في التفكير بالموضوع؟ على الأغلب علي أن أتفقد هاتفي ضغطوا الزر على جانب الهاتف وأنا أنقر قدمي على الأرض بانتظار أن تضيء الشاشة الشاشة الرئيسية أو مضت عند وصول الإشعارات لها رقم غير معروف هاي أعتدر على إزعاجك أي فصل قال البروفيسور موكروكس يجب علينا دراسته أنا إركب المناسبة آه إريكا أوه أجل أنها ضمن زملائي في محاضرة اللغة الإنجليزية أعتقد أننا تبادلنا الأرقام لأن البروفيسور نصحنا بذلك أنا لم أكن أنوياً أطلب رقم أي شخص خصوصاً أنني لم أكن أعرف أي منهم في تلك المحاضرة بالكاد أتحدث معهم إلا عندما أطلب قلم زيادة من أحدهم إريكا هي من تحدثت معي أولاً لم تكن كثيرة الكلام فقط تجاوب الأسئلة وتعدي تعليقات منمقة عندما يحللها ذلك لم أكن أعرف الكثير عنها سوى أنها مركز لفت الانتباه بسبب أزيائها لديها عين جيدة فيما يتعلق بالموضة ودائماً تذهلني عندما تدخل إلى المحاضرة وهي تمشي كأنها عارضت أزياء على ممشى عروض الأزياء بعض الأزياء التي كانت ترتديها هي مشاريع قامت بصنعها من أجل محاضراتها في قسم تصميم الأزياء أو لأنها ببساطة أرادت أن تبدو بمظهر أنيق في ذلك اليوم كنت متفاجئة عندما علمت أنها تريد التخصص بتصميم الأزياء ستكون أكثر المصممين أناقة أنا متأكدة من ذلك إريكا بدت لي أنها تعرف ماذا تريد أن تفعل في الحياة على الأقل هذا ما شعرت به من محادثاتنا القليلة الفصل الرابع أرسلت لها الرسالة أتدمر وأنا أسحب نفسي خارج السرير كنت أود النوم طول اليوم لكن تم وعدي بالتسالي هذه المرة الأولى التي أشعر فيها أني متحمسة لفعل شيء ما عدى البقاء في غرفتي طبان وضعي محزن شكرا ضحكت عندما رأيت ردها على الرسالة كان لطيف قبل أن أخرج أحتاج لسحن نفسي لليوم توجهت للثلاجة وتحتها بقوة قليلا لأن المقبض أصبح رخو مع ورور الوقت يجب أن أصلح هذا كل شيء حول المنزل يحتاج لبعض التصليحات ربما لم يكن علي رفض فكرة الحصول على زميلة في السكن لكنني أستمتع فعلا بخصوصيتي والتي لم أكن أنوية تخلص منها في أي وقت قريب هواء الثلاجة البارد استضم بأنفي وعيوني تبحث عن الطعام كانت شبه فارغة عندها خيارات بطلة القصة بتحتاج أنها تحصل على الفطور قبل أن تذهب وتقابل الشاب في الغابة طبعا من وضعها باين عليها أنها تعاني بصعوبات مادية فما عندها خيارات كتير للطعام خلينا نختار نوكل قطعة بيت زبائته أسرع شيء يمكن تحضيره الآن هذا سيشبعني للآن إنه هنا منذ فترة لن أدعها تذهب سدا اليوم الأول أغلقته عيني بشدة عندما شعرته بشعاع الشمس الذي أعماني الجو مشرق جدا اليوم صرت إلى الطرف الآخر من الطريق ودخلت إلى الغابة الممتدة مرة أخرى وضعت هاتفي في جيبي لن يكون مفيد لأن التقطية لا تصل إلى وسط الغابة مشيت في الممر المألوف لي في محاولة لمعرفة أين أراد الشاب أن يلتقيني لم يعطيني تفاصيل كافية كل ما قاله هو أن ألتقي به في الغابة لن أكذب الآن وأن أفكر بالأمر هذه الجملة مثيرة للشك وقعت في متاهة مشيت حتى أصبح كل شيء حولي غريب لقد ضعت هذا لم يأخذ وقت كثير مني أعتقد أني سأجلس وأنتظره حتى يجدني أوه لقد رأيت حقاً سمعت صوته مجدداً كان كما لو أنه غير مصدق التفت نحوه عيونه مفتوحة بدهشة وابتسامة بدأت تظهر على وجهه سعيد لأنه رآني هل ظننت أني سأتجاهلك أو شيء من هذا القبيل؟ في الواقع ربما ضحك متوتر وهو يحك رقبته من الخلف مثل ما قلت سابقاً أنا مدينة لك بواحدة وأنا أيضاً لن أرفض عرضك بأنك ستشتري لي التسالي ذلك جعله يضحك وبهذا أصبح أقل توتر يمكننا الآن التحدث لكن بعدها بقليل عاد الصمت المحرج بيننا نظرت حولي حتى أفكر بشيء لأقوله أوه أنا لم أحفظ اسمك أيها الغريب فترسوين بالامتحان إذن طبعاً هون البطلة بتسأل الشاب عن اسمه فهو بيجاوبها بنكته فعندنا خيارين يعني أن البطلة تضحك عن النكتة أو تنزعج من النكتة طبعاً أنا غيرت النكتة بلأنه بالإنجليزي لو بدأترجمها حرفي حيتغير المعنى كامل لأنه هي بتحكي له هون بيستخدموا كلمة catcher name يعني لم أمسك اسمك فهو بيجاوبها يعني أنا ما رميته فلو بدأترجمها ما بتكون مفهومة فحاولت أغير شوي في معنى الكلمة وحبت أحكي لكم بس عشان أكون عندكم بخبر فخلينا نحكي إننا نزعجنا من النكتة اللي حكاها الشاب أوه يا إلهي لا أصدق أنك قلت ذلك للتو أنت صغير بالسن لتقول هذه النكتة القديمة لم أستطع المقاومة ابتسم بوجهي ابتسامة تظهر كم هو فخور بتلك الجملة التي قالها ألين ألين؟ أجل ألين أوريون كونستانس أوتايا فيمونت الثالث هل هذا حقا هو اسمك بالكامل؟ ضيقت عيوني وأنا أنظر له لا إنه فقط ألين أوريون أوه أنت من الآن بدأت بالكذب علي أنا لا أصدقك يا ألين قلت له ذلك بنبرة متعجرفة الآن وضع ذراعي خلف ظهره وأظهر لي أسنانه الحادة هل ستخبرينني باسمك يا عين الغزال؟ اقترب مني لكن ليس بالقدر الذي يجعلني منزعجة وهذا سمح لي بتأمل ملامحه كان لديه ندب على خديه كانت ندب صغيرة وواحدة منهما كانت على شكل إكس كانت بعض أطرافي شعره المنكوش مسبوغة باللون الأشقر ثم التقت عيوني بعيونه كل عين لديه كانت باللون مختلف كان يحدق بي كأنه وجد كائن جديد في البرية لم أستطع إلا أن أشرب القشعريرة إنه مخيف لكن أيضا مألوف كنت أحدق به مجددا أوه ألف تشرفت بمعرفتك يا ألف ألن مد يده لي صافحني وأنا بكل سرور صافحته إذن لخصوص التسالي ضحكت بخبث عندما ذكر موضوع التسالي هذا هو سبب مجيئي هنا في المقام الأول أوه صحيح لنذهب نحضر القليل يوجد متجر قرب الـ The food box صحيح؟ أنا أذهب هناك طول الوقت وأنا أفترض أنك تعرف طريق الخروج من الغابة صحيح؟ على ما آمل ألن ضحك عندما شعر بتوترك وخوفك من أن تضيعي في الغابة يبدو أنك تتوهين بسهولة ها؟ ماذا كنت ستفعلين بدوني يا عين الغزال؟ إنه يناديني بذلك اللقب بالرغم أني أخبرته بإسمي طبعا ألن استخدم لقب بنادي في البطلة مع أنه عرف اسمها بحكي لها عين الغزال وبشكل ما ذكرني فكره كان ينادي أسبن بحبة الثلج فهل نعتبر الأمر إطراء أو نعتبره شيء غريب؟ خلينا هاي المرة أنه نعتبره أنه إطراء وجهي أصبح أحمر عيوني أصبحت تتجول في الأنحاء بدأت أضحك كنت أحاول أتجاهل موضوع اللقب الآن وأنا أفكر بالأمر أجده لطيف عمصمت مجددا سأخذ الطريق رائع مشينا معا أو بالأحرى تبعت خطوات ألن في بعض الأحيان يقف ويتمتم شيء ما لنفسه أكاد أقسم أني سمعته يعد الأشجار يؤشر عليهم قبل أن يبتسم لي ويبدأ بالمشي مجددا مشاهدت ذلك جعلتني أشعر بالفضول كيف أنه يعرف موقعنا بالضبط بالرغم من المسافة البعيدة التي مشيناها كل المناظر بدت متشابهة لي مما جعل دماغي أشعر بالدوران إذن ما هي قصة وجودك هنا؟ ها؟ أنا أعني أني أفترض أنك تعيش بمفردك هنا في الغابة وليس بأي مكان في المدينة أعرف أن الموضوع لا يخصني لكن كيف لم يذكر لي أي أحد عنك شيئا؟ ألن نظر ناحية السماء وكأنه يفكر بجواب لسؤالي ذراعيه تتحرك من جانب لآخر وهو يمشي ولا يبدو أنه سيبطئ بمشيته أظن أنه لا أحد يعترف به أو يعرف أنني أعيش هنا الكل هنا منشغل بنفسه وهذا شيء يعجبني بهذه المدينة انتظر أنت ليس لديك أصدقاء؟ ألن هز رأسه لا، معظم الوجوه التي رأيتها كانت عندما أذهب إلى المتجر لأشتري مخزون من الطعام عائلة كانت هناك وقفة في كلامه لكنه لم يتوقف عن السير تركتهم منذ فترة طويلة أوه لا أعرف، ظننت أني سأكون أفضل لو عشت بمفردي لا أحد يزعجني وأنا لا أزعجهم إذن أنت ناسك، ضحك ألن وحك خدة ها 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 ها، تستطيعين قول ذلك؟ أومأت برأسي، أتفهم طريقة تفكير ألن هو لا يريد أن يتعامل مع الآخرين، يريد أن يعيش بسلام في الغابة حينها فكرة مضحكة خطرت في عقلي لكنك تدرك أنك تحدثت معي والآن نحن نمشي معا لنشتري التسالي صحيح؟ هذا تصرف لا يفعله أي ناسك هل جعلتك تكسر قاعدتك بأنك لا تكلم الناس؟ عيون ألن التسقت به، وشفاهه تحركت لتشكل ابتسامة أعتقد أنك فعلته، لا أمانع أن تكوني الأولى بالنسبة لي لم يأخذ منا وقت طويل للوصول إلى المتجر لا أمانع المسافة الطويلة التي قطعناها لم أعتقد يوما أن الحديث مع أحدهم قد تعرفت عليه منذ أقل من 24 ساعة سيكون شيء هكذا أضواء المتجر المزعجة أخرجتني من الجو الذي كنت أعيشه كان يوجد بضع أشخاص في المتجر أغلبهم رجال كبار في السن يشترون المشروبات أو بعض الطلاب الذين يريدون الحصول على غداء سريع بائع في المتجر تم تمالنا أهلاً وسهلاً عند دخولنا ولم يزعج نفسه برفع نظره عن الهاتف حسناً افتاري أي شيء تريدينه على حسابي شعرت بحماسة أول ما قال ذلك عيوني تنظر في كل زاوية في المتجر أتساءل ما الذي يمكنني الحصول عليه طبعاً حنشتري على حساب ألن عنا خيارات ممكن نشتري مثلجات مشروب مثلج مشروب غازي فاليني أختار الحلوة اللي عجبتني أكتر شيء من هاي المجموعة وهي المثلجات أينك ها بتحب المثلجات؟ بالنسبة لي بحبها بالشوكولات وإنتم توجهت إلى الثلاجة الباردة أخذت لنفسي المثلجات التي أظن أنها ستروق لي ألن ابتسم لي بمرح يبدو أنه سعيد لأنه اخترنا نفس الشيء نظرت مجدداً له يبدو أن ألن أيضاً يبحث عن التسالي كلانا كان في وجهه ابتسامة مشرقة كنا مثل الأطفال المندفعين في أروقة المتجر لم نزعج أنفسنا بإحضار سلة لوضع أغراضنا فيها ألن أعطاني ابتسامة كأنه فخور بنفسه وهو يحمل جيداً التسالي الخاصة به هل هذا كل شيء تحتاجينه؟ أجل لنذهب ألن وضع جميع الأغراض على طاولة المحاسبة حتى يدفع ثمنها الكاشير قلب عينيه منزعج الذي يبدو أنه يريد أن ينهي منوابته ويذهب للبيت بسرعة غادرنا المتجر بعد الدفع الأكياس مملوئة بالأغراض اللذيذة لقد بدأت أجوى بالفعل قال ذلك بصوت مرتفع بينما أنا كنت أستمتع بأكل المثلجات كنت أتوقع أنه سيبدأ بالبحث عن الحلوى داخل الكيس لكن بدل ذلك فكسحا بسطرته وكشف عن ألواح من الشوكولات نظرت له بارتباك متى حصلت على هذا؟ عندما لم يكونوا ينظرون ألن أخرج لوح شوكولاته من سطرته ودأ باللعب بالغلاف البلاستيكي قبل أن يقوم بتمزيقه أنت صرقته؟ ثم أخذ قدمه وهي ابتسم فخور بنفسه أزل قلت أنها على حسابي ألن أكمل أكل الشوكولات ثم أخرج لوح آخر دون أن يقول كريمة بوب وهو يلعب نقر طرف أنفي بلوح الشوكولات يريد إقناعي بمشاركته في الأشياء المسروقة أي دوك طعمها هكذا ألذ كنت مترددة قليلا لكن في النهاية أخذت الشوكولات وفتحت الغلاف إنها مجرد حلوة ما الذي سيكون المميز فيها؟ هذا ما ظننته حتى أكلتها كان محق طعمها هكذا ألذ طبعا أكيد طعمها مش هيك ألذ وهاي تعد برسرقة حرام بس أنتو بتعرفوا تفكير الأجانب غريب الأطوار بس هذا تعليق يعني بعرف أنه ما إلو داعي بس حبيت أحكي خيرا نكمل ضحكت غير مصدقة واو أنت محق فعلا يا إلهي رأيتي؟ ما زلت لأصدق أنه سرق الحلوة كان من المثير للإعجاب أنه فعلها دون مبالاة وبسهولة لكني شعرته بسوق أيضا أنه أخذها بزيادة حتى يشاركني بها طبعا هون البطلة حست بالذنب لأنه ألين سرق له الحلوة وسرق لها بزيادة حلوة فعندها خيرين يا بتشارك المثلجات اللي اشترتها أو أنها تبقى صامتة خلينا نشارك ألين الحلويات لأنه اشترى لنا أغراض فأقل شيء ممكن نفعله أنه نشاركه بالحلوة من العدل أن أفعل هذا صحيح وجهت مثلجاتي ناحيته كنت أهزها كإشارة له حتى يأخذ قدمة أمال رأسه كأنه يشعر بالحيرة قبل أن يفهم قصدي مال للأمام شعرت بيده تلتف على يدي سحبني أقرب له قليلا حتى يأخذ قدمة أتبق شفتيه وأخذ لحظة ليشعر بالطعم ثم عيونه توجهت لي ينظر لي وعلى وجهه ابتسامة لم أستطع أن أفهم ما الذي كان يحاول قوله لكني شعرت بقلبي ينبض بشدة لديك يا ذاق زيد يا عين الغزال ألين خطى بعيدا وهو يكمل أكل الشكلة المحرمة هاي ناديت قبل أن أحق به مباشرة بقينا نمشي لعدة دقائق كيس التسالي أصبح شبه فارغ الشيء الوحيد المتبقي هو أغلفة الحلوة المفتوحة يبدو أننا لم نشعر بمرور الوقت إلى أن بدأت ألاحظ أن الشمس بدأت تغيب الهدوء كان يعم المكان باستثناء صوت أوراق الشجر التي تحركها الرياح كل فترة وصوت الماء بدأ يعلو بحيرة المريخيين لاحظت لافتة سغيفة لصورة كائن فضائي خلال إقامة القصيرة في هذه المدينة أنا لم أزر البحيرة إطلاقا لكنها أول شيء تراه عند قيادة سيارتك والقدوم إلى هنا المياه زرقاء صافية لفت نظري الرمل الناعم الذي يبدو باللون الوردي بسبب غروب الشمس لماذا تسمى هذه البحيرة بهذا الاسم؟ كانت هناك لحظة صمت نظرت ناحية ألن الذي يبدو أنه مشتت كان منحني للأسفل ويبحث عن شيء ما في الرمال أوه أم مما سمرته خلال فترة الستينات يزعب الناس أنهم رأوا مخلوق فضائي يمشي في هذه المنطقة وفي لمح البصر المخلوق الفضائي هرب إلى الغابة ولم يره أحد من حينها تبدو كأحد أساطير دومزبيري المعتادة هل تصدق هذه القصة؟ ألن وقف بشكل مستقيم يحمل معه صخرة وتفحصها ببساطة هز كتفيه ردا على سؤالي بعد العيش هنا أنا سأصدق أي شيء تقريبا إذن فقد رأيت أشياء غريبة هنا يا إلهي تستطيعين قول ذلك؟ ألن رمى والتقط الحجر عدة مرات بيده قبل أن يطلقه باتجاه البحيرة أيني لحقت الحجر؟ ولدهشتي الحجر قفز عدة مرات على الماء بسرعة كبيرة كأنه لن يتوقف ضيقت عيني في محاولة لرؤيته وهو يبتعد أكثر وأكثر حتى لم يعد يظهر إلا كنقطة صغيرة بعدها اختفى ألن أخرجها مهما تظهر أنه راضي على نفسه فمي مفتوح من هوليد دهشة بعد ما شفنا الخدعة الصغيرة اللي عملها ألن عنا هلأ أخيرات يام نطلب إنه يعلمنا طريقة اللي رمى فيها الحجر أو نحاول نجرب نرمي الحجر بطريقتنا الخاصة واللي أنا متأكدة حنفشل فيها فخلينا نمنع حالنا إنه ننحرج ونحكي لألن إنه يعلمنا الطريقة في رمي الحجر هل يمكنك تعليمي ذلك؟ نظرت إلى ألن وعيوني فيها أمل بالتأكيد يا عين الغزال ألن اقترب مني التقط حجر عشوائي في طريقه لي وبدأ يتفحص به ويقلبه في يده لا يمكنك استخدام أي حجر الحجر يجب أن يكون مصطح جدا ويجب أن يكون به حافة صغيرة حتى تستطيعي مسكه في أصابعك بعدها أمسك معصمي برفق وأعطاني الحجر ووضعه في راحة يدي حتى أستطيع الإمساك به الآن قبل أن تفعل أي شيء الناس بالعادة ترميه مثل صحن الفريزبي لا ترميه باستخدام معصمك بل استخدامي ذي راعك لأكملها ركزت وأخذت في الاعتبار جميع ما قاله ألن لي شعرت أني واثقة بهذه الرمية أخذت نفس عميق ورميته فعلتها كان أبطع وقطع مسافة أقل من التي رماها ألن لكنني فعلتها هتفت لنفسي وألن رفع إبهامه لإعطاء الموافقة مشينا إلى بيتي الشمس غابت بشكل كامل وظهر مكانها القمر والنجوم بدأت بمط وطي ومد أرجلي مجددا بعد المشي لتلك الفترة الطويلة تمتعت جدا اليوم هل فعلت حقا؟ أو مأت برأسي له وأنا أقترب من عتبة باب بيتي وتركت ألن خلفه يجب علينا فعل شيء كهذا مجددا ألن فتح عيونه بدهشة وأصبح هادئ للحظة يجب علينا ذلك أدرت مقبض باب بيتي وفتحته قليلا أراعك في الأرجاء ألن مثل البارحة أول ما دخلت إلى المنزل شعرت كما لو أن طاقتي سحبت مني لم أتعب نفسي بالتوجه للطابق الثاني الموجود فيه غرفة نومي استلقيت على الأريكا بوجهي أولا أنا سأنام هنا صوت التلفاز في الخلفية أصبح يطغى على صوت تنفسي بعدها بقليل كل قلق كنت أشعر به تلاشى وهيك بنكون خلصنا اليوم الأول من لعبة مايدير هاتشيتمان طبعاً اكتشفته أن اللعبة أصلاً كانت نازلة قبل فترة وكان نازل منها اليوم الأول واليوم الثاني بعدين المصممة قررت أنها تعمل أو هي مصممة ما بعرف المهم قرروا أنهم يعملوا إعادة زي صياغة للعبة وغيروا بعض النصوص وغيروا الرسمات في اللعبة بلكن فقط الآن اليوم الأول يعني لسه قاعدين شغالين على اليوم الثاني فما رح ألعب اليوم الثاني من اللعبة الأديمة لأنه حيصير فيه تغيير على النصوص فلازم نصبر لحدوث نيو أبديت إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحبكم كتير وبشوفكم بالمرة الجاي باي باي باي